إلى سيرت واليوم في الحقيقة عندنا قصة إنسانية يعني حقيقة شيء يخليك تزال شيء لا يليق بدولة زي ليبيا فيها هذه المقدرات وهذه الخيرات ويعاني أهلها الطيبون من الأمراض طبعاً من دون أن يكون لهم حتى مستشفى يقدم لهم الخدمة اللي تساهم في علاجهم وتحسن حتى حالتهم هذه صورة من مركز سيرت لعلاج الأورام يعبر فيها المرضى عن نقص في بعض المستلزمات وانعدام الأدوية الخاصة بالأورام من تقريباً سنة فاتت عام كامل يا جماعة الخير عام كامل يا وزير الصحة عام كامل يا سيد رئيس الحكومة اللي تب تخش وتولي رئيس للدولة مرضى الأورام في سيرت داروا وقفة احتجاجية وطالبوا من خلالها أنها ضرورة تتوفر مستحقاتهم من العلاج الكيماوي وأيضاً حتى الهرموني اللي أثر عليهم طبعاً ضحايا صحياً ومعنوياً وحتى مادياً لأن العلاج مكلف واللي أجبرهم للسفر للخارج لخارج المدينة باش يتلقوا العلاج ويطالبون حكومة الوحدة الوطنية والجهات المختصة بوزارة الصحة وغيرها وكل المسؤولين اللي عندهم ضمير بين ضفري هذا نتكلموا عليه أو حتى ذرة ضمير واحدة بس أن يوفرونهم كافة الاحتياجات بس مش طالبين شيء مركز سرت لعلاج الأورام أراه الوقت اللي حاولت فيه إدارة المركز أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وأيضاً مخاطبة الجهات المختصة في وزارة الصحة ولا حلول ملموسة حتى الآن طبعاً والله والله قصم بالله بيمانة الواحد يعني حتى مرضى الأورام داروا وقفة احتجاجية يعني الحقوق مسلوبة لازم أن تدير وقفة احتجاجية ويا الله يسمعوا صوتك خلينا نتقلوا الآن إلى مراسلنا في سرط خالد يوسف واللي يسجل اللي قام مع أحد المرضى الأورام في مدينة سرط من حوشة تعالوا نشوفوا كمية الألم والوجع في هذا التقرير خلف الأبواب قلوب يعتصرها الألم من أنين الوجع وقلة الحيلة طرقنا إحدى تلك الأبواب لنستمع لأنين وجعهم لعلنا نرفع شيئاً من الغبن والحصرة عن تلك القلوب فرج علي مريض من مدينة سرط يعاني من سرطان القولون عفان الله وإياكم استقبلنا رفقة زوجته بكل ود وترحاب جلسنا معه وتبادلنا الحديث عن كل ما يلوج بخاطره لنشاركه جزءاً من معاناته ووجعه فرج الذي حملنا أمانة إيصال رسالته للدولة ولكل من له قلب يحمل الرحمة والإنسانية أن يجد حلاً لمشكلته ويبادر لمساعدته فالجزاء والأجر كبير لمن ساند أخيه المسلم في محنته وحاجته أولاً نبي نحكي على قصة مرض متاعي من البداية وكان المرض طبعاً المرض يعني ما بوصلوش لتشخيصه كذلك في يعني المرض كان يقولوا التهاب القلون وكذا وبكتيريا ما وبكتيريا وبواسير ما وبواسير هذه المدة هذه الليها ثلاث سنين فآخر يعني في السنة هذه قبل يعني السنة زادت العراض طبعاً في شهر رمضان فبعد رقدت في المستشفى وعطوني العلاج كذلك وبعدين طبعاً ما فيش الأجهزة والواحد اضطريت أني نمشي لمصرتها فكانت المشي لمصرتها حتى هو أصعب يعني الطريق كانت مقفلة وسبع ساعات نمشو والواحد الإنسان المريض معناه كيف يكون حالياً طبعاً في سرة أنا نبي القرب ونبي الوعي كذلك مشيت في سرة قالوا إلا أنا ما عندناش علاج لكن الذكاته والطمريض الحمد لله موجودين هم فاضطريت نمشي لمصرتها قعدت ناخذ نكمل في الجرعات وعساس أننا ناخذ فيها بالشريع يعني فيه جرعة واحدة من قبل كانت موجودة عندهم وعندينها نفدت طول بالنسبة للمشكلة التي نواجه فيها هنا طبعاً أنا وغيري طبعاً يعني ميات والله هي مشكلة العلاج مشكلة العلاج يعني فيه التكلفة غير عادية يعني والعلاج من شخص لشخص يعني طبعاً يختلف في التسعيرة يعني توصل للخمس آلاف الجرعة فهذه مشكلتنا كثيرة ونبوه إن شاء الله يعني كان سمعوا صوتنا أساس أنه حل يعني توفير العلاج هذا أهم حاجة يعني بالنسبة لنه نحن وبالنسبة للعناصر الطبية والطبي المساعدة والواحد والله يديرين حد جهدهم يعني لكن الله غالب ما في اليد حيلي طبعاً رفيقة عمره وسنده زوجته والتي عايشت الجزء الأكبر من هموم زوجها المريض فقبل أن تتحدث معنا اختلطت بداخلها مشاعر الوجع لوضع زوجها ومشاعر الفرح بزيارتنا لهم من أجل إيصال صوت وصورة معاناتهم حيث تلعثمت بداية حديثها حتى كاد البكاء أن يسيطر عليها إلا أنها تمالكت نفسها وشدت من عزبها لتحدثنا عن معانات زوجها والمشاق التي وجهته ولا زالت في رحلته مع هذا المرض ومعاناتنا فعل معاقلة توفر السيولة والدواء طبعاً كلها بالشريع والتنقل من هنا لمسراته من المسرات الهنى طبعاً كانت طريق مقفلة وهو المعيل الوحيد طبعاً لنا فتعرضنا طبعاً لمشاكل واجدة على الطريق وعلى غادي وكيفية الحصول على الدواء وكيفية العلاج متاعها وبالنسبة لهنا مركز الأورام والله صراحة يعني ككادر مش مقصرين داروا حد جهدهم مبارك الله فيهم ومستشفى بنسينة بالكيف وطبعاً هو أحد موظفي مستشفى بنسينة لكن للأسف يعني الدولة نحس فيها مغيبة تماماً احنا ما يعني فيه أولويات قبل هالحاجات اللي تشبح لأن الدولة أولى الأولويات صحة المواطن احنا كيف يعني مواطن توهدي يعني ممكن توفرجه وقدر يحصل ولي يدور يعني يبدو الجهد أنه يتحصل عليه حق جرعته فيه الناس ما عندهمش فيه الناس والله فيه فيه أفراد والله يرتلع حالتهم والله نلقو فيهم حتى في مسارة غادي يعني فيه اللي يتوقف حتى على دواء وإحنا أصلاً إحنا وحدي من الناس بداية الأزمة يعني قررنا أن نوقف ونوقف وهكي وقدر تحت رحمة ربي وخلاص لكن تمنى فقط إكي من الدولة أنها تشبحنا وتشبح للمئات والولوف من هالشريحة المهمة شأنا أعتبر فيها على الدولة يعني ما شبحوناش بالمرة يعني على أقل إحنا مش طالبين شيء على أقل حق الدواء حتى ينوجد إحنا توه حتى في سرط لو نبو مثلاً نديروه في مركز الأوران ما فيش الجرعة ما تلقهاش في الصيدليات هنا في سرط ما تلقهاش إلا ما بتبشي تأخذها مصراتة بتجيبها لهنا وبش تأخذها فإحنا نختصر في القصة علينا ناخدوا فهم الصيدليات ما غادي مصراتة باعتبارها متوفرة وطبعاً شراء كلهم مرات هيك تتواجد هم عندهم قصة التبرعات والناس يحطوا فيهم مرات يحصلوا يحصلوا فيها الناس تانيين لكن إحنا للآن والله بصدق ما حصلناش منهم إلا ما مستشفى الجرعات البسيطة لكن الجرعة اللي عليها الكلام نشروا فيها كلها مبر وختاماً تمنى أن للدولة هيك تشبح للمواطن بصفة عامة ومرضى الأورام بصفة خاصة يعني لأن يعني قصة مأسارة زادت عن حدها صراحة والله ولي التوفيق غادرنا فرج وزوجته على أمل إيصال رسالتهم ورسالة قرابة 700 مريض بمركز الأورام في سيرت ممن يعانون الأمرين وجعوا المرض وتكبد مصاريف علاجه فهل من مجيب للنداء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر